أصعد الله مساءكم مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الإقاذ من الطيارات الغربية تماما على حوض المتوسط وشمال البلاد فعلي سجلنا السحب انتشرت خلال نهار اليوم على كافة المناطق الشمالية أكثر كثفة على المرتفعات احتمال لسقوط أمطار خلال ليلة اليوم إن شاء الله وهذا على السواحة وحتى على المرتفعات كل هذه السحب ستلتحك بشمال الصحراء فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب خلال يوم الغد إن شاء الله أجواء غائمة سحب أكثر كثفة على الوجه الوسطى والشرقية هنا احتمال لسقوط أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله على السواحة وحتى على المرتفعات كل هذه السحب ستشمل شمال الصحراء منطقة الصورة كذلك احتمال لسقوط بعض القطارات من الأمطار بينما أجواء شبه رعدية من أقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاصلي إلى غاية مناطق الجنوب الشرقية درجة الحرارة خلال هذه ليلة إن شاء الله تقص بارد على مرتفعات والهضب درجة السفر على السطيف والجلفة مقاييس ما بين 5 درجات إلى 8 درجات على السواحل تقريب بنفس الميقيس على بسكرة وحتى على بشار 12 درجة على غرداية وتيندوف 16 درجة على كل من أدرار تم رسات وجانت أعلى ميقيس على أقصى الجنوبة 21 درجة خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحلقسوة دائما منخفضة خاصة المرتفعات والهضب 9 درجات فقط على باتنا 10 درجات على السطيف وحتى على الجلفة 11 درجة على المرتفعات الداخلية الغربية مقاييس ما بين 15 يلغي 17 درجة على السواحل 17 درجة على بسكرة 20 درجة على غرداية وكذلك بشار 27 درجة على كل من أدرار عين صالح إليزيتا من رسات وجانت أعلى ميقيس على برج بجمختار مع 34 درجة مئوية البحر خلال يوم الغد يبقى من قليل اتراب إلى هادئ محليا خاصة على السواحل الوسطى والغربية الترياح ضعيفة ضمن طيارات غربية تماما على السواحل الوسطى تميل إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية بينما شمالية شرقية على السواحل الشرقية أما عن وقت شرق الشمس لصباحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في تمام ساديسة 39 دقيقة شكرا على المتابعة في أمان الله